أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الزراعي ومعكم حلقة جديدة من حلقات مادة صحة الحيوان والدواج نبدأ معكم أولى هذه الحلقات في هذه الحلقة سنتكلم عن الحمل والولادة في الماشية طبعا أعزائي الطلبة والطلبات احنا كنا نتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أجزاء الجهاز التناسلي وعرفنا وظيفة كل جزء وعرفنا إزاي نحدد فترة الشبق للحيوان ونحدد الفترة اللي احنا هنبدأ فيها نعمل عملية تلقيح لهذا الحيوان في هذه الحلقة هنبدأ الفترة الحمل والحمل ده هو يعتبر المرحلة التانية من مراحل الإنتاج الحيواني مهمة جدا في هذه الفترة بيتم تكوين الجنين وبيتم استزراع الجنين داخل الرحم وإكمال فترة الحمل اللي هي بتختلف من حيوان لآخر طيب إيه هو تعريف الحمل الأول أو إيه هي مصطلح الحمل الحمل هو عبارة عن الفترة التي تبدأ بعد إخصاب البويضة مباشرة داخل قناة فالوب وتنتقل بعدها إلى الرحم خلال خمس لستة أيام ثم تبدأ مرحلة انقسامات متتالية للخلية الأولية اللي هي الزيجود اللي تكونت داخل الرحم ويتم تثبيت داخل بطانة الرحم وتكوين المشيمة حتى اكتمال الحمل طيب بالنسبة لي احنا قلنا ان الحمل ده يعتبر فترة بتختلف من حيوان لآخر بتبدأ من تكون الزيجود والزيجود هو عبارة عن خلية نتيجة اتحاد البويضة من إناس الماشية مع الحيوان المنوي اللي هو من الطلاق أو من ذكور الماشية وبتتكون الزيجود من خلية مكتملة المادة الوراثية طيب الزيجود بعد ما بيتكون أو الخلية بعد ما بتتكون في منطقة قناة فالوب بتبدأ تهاجر هذه الخلية إلى منطقة قرني الرحم ويبدأ عملية تثبيت للخلية وانقسامات متتالية لهذه الخلية عشان تخش في مراحل تطوير الجنين طيب المراحل دي كم مرحلة؟ طلت مراحل المرحلة الأولانية اللي هي مرحلة المرحلة التوتية اللي هي انقسامات الخلية انقسامات ميتوزية متتالية بتكون جزء معين زي شبه حبة التوت كده بالضبط ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة التحوصولية ثم مرحلة تكوين الأعضاء ودي هيبقى المرحلة اللي بيتم فيها استزراع الجنين في بطانة الرحم طيب المراحل دي كلها بتاخد قد ايه؟ بتاخد حوالي 30 يوم من عملية الإخصام بعد ذلك بيبدأ تتكون المشيمة حوالين الجنين المشيمة دي بتتكون من ثلاثة طبقات أو ثلاثة ليرز وهي أول طبقة اللي هي ملاصقة للجنين وهي بنسميه الكيس الأمنيوتي والكيس الأمنيوتي ده بيكون فايدته انه هو بيوصل الغزة الخاص بالجنين من الأم بعد كده فيه كيس تاني اللي هو الكيس الألانتوي أو الكيس الكوريوني والتنين الطبقتين دول بيتحدوا مع بعض ويكونوا كيس خارجي خاص بالجنين وبيكون بيحمل المواد والفضلات اللي هو بيخرجها الجنين يبقى أنا عندي دلوقتي ثلاثة طبقات بيتكون منهم المشيمة بعد ذلك بننتقل أعزائي الطلبة والطالبات إلى علامات الحمل وعلامات الحمل هتنقسم إلى علامات خارجية وعلامات داخلية العلامات الخارجية دي اللي أنا هبدأ أشوفها بعين المجرد أول حاجة أو أول علامة هتدل على حدوث حمل في الماشية هو توقف دورة الشبق ودورة الشبق زي ما خدناها في الحلقة اللي فاتت عرفنا اللي لها فترات كل 21 يوم فلو توقفت دورة الشبق عن الحدوث يبقى دي بتكون علامة من علامات مجود الحمل الحاجة التانية زيادة وزن الجسم دي حاجة طبيعية جدا ترى ما فيه جنين بيتكون داخل جسم الحيوان يبقى هيحصل زيادة في وزن الجسم زيادة تدريجية بنمو الجنين داخل جسم الأم بعد كده كبر حجم البطل وخاصة في الثلث الأخير من الحمل يبقى في الثلث الأخير من الحمل أو في الشهور الأخرانية من الحمل بيبان جدا حجم البطل أنه هو أكبر من الطبيعي طيب بنبدأ نشاهد أو بنبدأ نحس بحركة الجنين من الجانب الأيمن للحيوان يبقى الجانب الأيمن للحيوان ممكن أحس بحركة الجنين في هذا الجانب رقم الثلاثة ضعف حركة الحيوان خلال الشهور الأخيرة إن حركة الحيوان الطبيعية بتاعته بتبدأ برضو تقل ده نتيجة إن فيه زيادة فيه الوزن ونتيجة برضو إن الأم بيه حاجة من عند ربنا كده بتحاول إنها تحافظ على الجنين اللي داخلها فبيحصل ضعف في حركة الحيوان خلال الشهور الأخيرة بقى رقم أربعة كبر حجم الضرع طبعا الضرع ده اللي هو عبارة عن الغدد اللبانية بتهيأ هنا عشان تبدأ تفرز السرسوب وتبدأ تفرز اللبن اللي هيبدأ يرضع منه الحيوان فتبدأ الغدد اللبانية دي تنشط وتحت سيطرة هورمون الإكسيتوسن رقم خمسة عند اقتراب الولادة بحوالي 48 ساعة يعني قبل 48 ساعة من الولادة بتكون فيه علامة اللي هي ينزل من الحلامات نقط من اللبء في الأفراس وتسمى بظاهرة التشمع طبعا الظاهرة التشمع دي بتبقى ظاهرة جدا في العجلات الأبقار وفي الأفراس إن هي بيظهر جزء شمعي على الحلامات من الخارج قبل الولادة بـ 48 ساعة بنقول عليها ظاهرة التشمع بعد كده ستة ارتخاء أربطة الحوض وظهور تنقل الكفل على جانبي قاعدة الزيل اللي هي بنقول عليها إن الحيوان بيبدأ الأربطة الخارجية في المنطقة الخلفية للحيوان بتبدأ يحصل لها عملية انبساط وتبدأ عشان يحصل عملية توسيع للقناة التناسلية اللي هي بتعمل عملية إعداد لخروج المولود من الأم بفيه ارتخاء فيه أربطة الحوض وبنقي برضو علامة تانية مهمة جدا اللي هي التنقر على الزيل اللي هو بنقول عليه إيه إن المنطقة اللي على جانبي الزيل بتبدأ تنزل ويبدأ يظهر إن الزيل يرتفع لأعلى دي كمان علامة من العلامات المهمة جدا على قرب عملية الولادة ننتقل بعد ذلك إلى علامات الحمل الخارجية برضو هنلاقي برضو أو الداخلية علامات الحمل الداخلية هنلاقي بقاء الجسم الأصفر بقاء الجسم الأصفر اللي هو عبارة هذا الجسم موجود على سطح المبيض من الخارج وبيكون محسوس بإنه بيكبر في الحجم التلاتة لخمسة سنتي لو أنا بعمل عملية كشف على الحيوان فببدأ ألاحظ إن الجسم الأصفر ده موجود على سطح المبيض من الخارج وبيستمر طور فترة الحمل بعد كده النقطة الثانية اللي هي عدم تماثل قرني الرحم عدم تماثل قرني الرحم إحنا قلنا إن الرحم بيتكون من ثلاث أجزاء فيه جزء اللي بيحصل فيه عملية وجود الجنين وعملية استزراع الجنين اللي هي منطقة قرن الرحم فإحنا عندنا قرنين في قرن في الجانب الأيمن وقرن في الجانب الأيصر مواجه للمبيض الأيمن ومواجه للمبيض الأيصر على حسب الحملة تم من أين هي بيتم هنا عملية كبر في حجم أحد قرني الرحم وبالتالي هيبقى فيه عدم تماثل في قرني الرحم النقطة الثالثة اللي هي رقة الجدار والإحساس بالترجرج المائي داخل الرحم برضو لو أنا بعمل عملية كشف على الحيوان هلاقي إن فيه حاجة زي كرة مائية داخل الرحم بلا إن فيه ترجرج مائي داخل الرحم وبلاء إن جدار الرحم بيبدأ يرق فيه السمك يبقى سمكه بيبقى عليل وإحساس الترجرج المائي ده بيبقى واضح جدا وخاصة في الشهر الثالث من الحمل رقم أربعة الإحساس بجسم صلب يطفو داخل السوائل الرحمية بعد الشهر الثاني زي احنا ما قلنا بعد الشهر الثاني يعني الشهر الثالث على طول بنبدأ نحس بهذا الكلام بعد كده الإحساس بالمشيمات في جدار الرحم عند الشهر الرابع المشيمات دي هي عبارة عن مناطق الاتصال ما بين رحم الأم وما بين المشيمة المغطية للجنين في مناطق اتصال ما بين المشيمة وما بين الرحم دي بنسميها المشيميات المشيميات دي وظيفتها إيه؟ وظيفتها إنها بتنقل الغذاء من الأم إلى الجنين بتنقل الأكسوجين من الأم إلى الجنين هي مناطق للتبادل الغذاء والأكسوجين بين الأم والجنين بنلاحظ إن المشيميات دي بتحصلها إيه؟ بتحصلها إن هي بتزيد في الحجم وبتكبر جدا نتيجة إن الحمل بيتقدم في العمر فبالتالي المشيميات دي بتبدأ تكبر في الحجم وتبدأ توضح لو أنا عملت عملية فحص لهذا الحيوان النقطة الستة اللي هو الإحساس بتضخم الشريان الرحمي الإحساس بتضخم الشريان الرحمي في الجانب الحامل من الرحم أكثر من الجانب الآخر بعد الشهر الرابع الشريان الرحمي ده بيبقى لو أنا بعمل عملية فحص له الحيوان فيه إحنا قلنا جهتين فالشريان ده موجود في الجهة الأيمن وفي الجانب الأيصر كل جانب له شريان خاص به الحمل إحنا قلنا بيحصل في أحد قرني الرحم وبالتالي أجل الجهة المواجهة للشريان اللي هي موجود فيها الحامل بيحصل لها عملية توسيع لهذا الشريان وإنه يبدأ يكبر في الحجم عشان يبدأ يضخ الدم لهذه المنطقة وبنسمع صوت أزيز أو صوت أزيز لها أو بنسميها إيه نبضات موجودة لهذا الشريان لو أنا بعمل برضو عملية فحص لهذا الحيوان ده يأكد لي إن فيه وجود حمل في هذا الجانب النقطة اللي بعد كده اللي هي كبر حجم البطن نتيجة كبر حجم الرحم يبقى برضو بيحصل كبر حجم البطن نتيجة كبر حجم الرحم طيب فيه نقطة مهمة جدا إن أنا وأنا بعمل فحص للحيوان بلاقي نتيجة نمو الجنين في الفترة الأوانانية من الحمل بيكون الجنين الترجل الجلماء اللي أنا بقى حسيته ده في الأول بيبقى فيه منطقة إيه الحوض أو ما بعدها الحوض ثم بعد ذلك من أول الشهر الرابع والخامس والسادس والسابع نتيجة نمو الجنين وإن الحكم بتاع الجنين بيكبر بيبدأ الجنين ينزل لمنطقة البطل ويبتعد عن منطقة الحوض يبقى أنا هنا الجنين نزل في منطقة البطل في هذه الشهور وبالتالي بقدر أحدد عمر أشهر الحمل بيتحرك الجنين داخل بطن الأم برضو في الشهور من أول كده السابع والثامن والتاسع بيبدأ حجم الجنين يكبر برضو فتبدأ الأطراف بتاعته تكبر في الحجم ويبدأ يدخل منطقة الحوض مرة تانية ونبدأ نحسه برضو عن طريق الفحص يبقى هنا حددنا أشهر الحمل بوضع الجنين داخل بطن الأم في الشهور من أول مثلا الشهور الثاني والثالث بيبقى نحس بالتراجل الجلمائي في منطقة الحوض ثم بعد ذلك الجنين بينزل في الشهر الرابع والخامس والسادس والسابع لمنطقة البطن ثم يرجع نحس بيت مرة أخرى في منطقة الحوض في الشهر الثامن والتاسع والعاشر ده بيكون مكتمل في فترة آخر فترة الحمل ننتقل بعد ذلك أعزاء الطلبة والطالبات إلى نقطة أخرى وهي العناية بالأم الحامل العناية بالأم الحامل طبعا في الإنتاج الحيواني أو داخل المزرعة في الإنتاج الحيواني بنحدد أو بنعرف إيه هو الحيوان اللي دخل فترة الحمل بعد ما بنحدد العلامات بتاعته سواء العلامات الداخلية والعلامات الخارجية بنبدأ نحدد هذا الحيوان أو هذه الأم اللي هي في حالة حمل هنبدأ نعمل لها هيبقى لها برنامج خاص داخل المزرعة عشان تكتمل فترة الحمل بنجاح عشان في الآخر نوصل أننا نحصل على مولود بصحة جيدة ونحافظ على الأم برضو تكون في صحة جيدة أول حاجة هنعملها في العناية بالأم الحامل وهي عزل الأمهات الحوامل الجافة مع بعضها البعض طبعا احنا عارفين ان احنا قلنا ان في غرف للعزل موجودة عندي داخل المزرعة هذه الغرف بتكون مهيئة للأم اللي هي في حالة حمل بنقول بنغطيها بنغطي الأرضية طبعا بأش الرز وبتكون هذه الغرف جيدة التهوية وفي نفس الوقت تكون الإضاءة بتاعتها كويسة ويخصص لهم عامل لخدمة هذه الحيوانات هذه الأمهات بتكون في فترة الجفاف وبالتالي يعني الضرع بتاعها بيكون ما بنستخدموش في عملية الحلب أو ما بنحصلش على لبن في هذه الفترة فترة جفاف الحيوانات بتكون حوالي ستين يوم قبل الولادة أنا لازم أحدد تاريخ الولادة وقبل الولادة بشهرين لشهرين ونص ثلاث شهور أعمل عملية تكفيف لهذه الأمهات بإن أنا أبدأ عملية تنشيف للضرع ما خليش يتم عملية حلب للحيوان رقم اتنين عزل الأمهات الحوامل خلال الأشهر الأخيرة والتحصين الأمهات ضد اللاهوائيات والأمراض التنفسية في النقطة دي احنا بنعمل عملية تلقيح وتطعيم لهذه الأمهات بلقاح اللاهوائيات وباللقاح الأمراض التنفسية وممكن نعمل له برضو باللقاح بالأمراض باللقاحات السيادية زي الحمى القلعية والكلام ده كله ليه؟ عشان نحصل على أجسام مناعية عالية عند الأم والأجسام المناعية دي هتفدني بعد كده إنها هتنزل فيه استرسوب اللي هيخدو الجنين وفي نفس الوقت الأجسام المناعية دي هتوصل للجنين داخل الأم رقم ثلاثة اللي هو عدم نقل الأمهات الحوامل خلال الشهور الأخير إن أنا ما عدش أعمل عملية صفر للحيوانات لو فيه صفر أو فيه تنقل للحيوانات لا الحيوانات اللي هي في حالة حمل دي يجب إن أنا بحافظ عليها من عملية التنقل وعملية الصفر رقم أربعة تجنب إعطاء المسهلات والأدوية التي تؤدي إلى الإنقباضات اللي هي في الرحم رقم خمسة يجب أن تأخذ عليئة منخفضة للطاقة ومنخفضة في نسبة السوديوم والبوتاسيوم طيب في النقطة دي اللي هي العليئة بتاعت الحيوان طبعا أنا بعد ما عزلت الحيوان يبقى جهزت لهذه الحيوانات اللي هي في فترة الحمل عليئة خاصة بها هذه العليئة بتكون منخفضة في الكربوهايدرات وليه منخفضة في الكربوهايدرات؟ عشان أخفض نسبة الحموضة داخل هذه العليق وبالتالي بحمي هذه الحيوانات اللي هي في فترة الحمل من ان يحصل لهم حمى اللبن بعد الولادة انه يحصل عندهم مشاكل ويحصل عندهم نقص في عنصر الكالسيوم مما يؤدي الى مرض حمى اللبن يبقى انا بحافظ بان انا بدي عليقة منخفضة الطاقة او منخفضة نسبة الكربوهايدريت وفي نفس الوقت تكون منخفضة في نسبة السوديوم والبوتاسيوم عشان احافظ على الكالسيوم في جسم الحيوان النقطة اللي بعد كده اللي هي رقم ستة يجب تكفيف الام الحامل زي ما احنا قلنا اهو في ستة لتمانية اسابيع من الحامل يبقى قبل ما اعمل عملية عزل النقطة دي اللي هي عملية تكفيف الام الحامل دي نقطة مهمة جدا عشان ما خليش الحيوان ينزل اللبن وبالتالي نسبة الكالسيوم تقل في الجسم وبالتالي يتعرض الحيوان لحمى اللبن برضو بعد عملية الولادة لان الجنين كده كده هيحصل على نسبة الكالسيوم الخاصة به من جسم الام اللي هي تأثر هو الام احنا قلنا ان العناية دي عناية مهمة بالام الحامل عشان احافظ عليها بعد كده في عملية الانتاج داخل المزرعة ننتقل بعد ذلك اعزائي الطلبة والطالبات الى نقطة اخرى وهي الولادة الطبيعية طيب احنا فترة الحمل كده عدناها بسلام والحمد لله الحيوان عدى فترة الحمل بتاعته بسلام وقربة على مرحلة الولادة فا ايه هي مراحل الولادة الطبيعية اول حاجة لازم نعنى في الفرق بين حاجة اسمها فيه ولادة طبيعية وفيه حاجة اسمها الولادة العسرة او الولادة الصعبة طيب الولادة الطبيعية هي عبارة عن مجموعة من الاحداث التي ينتج عنها مولود او كائن حي وتكون الام في صورة سليمة وبدون اي تدخل بشري يبقى لو احنا جينا بصنا كده لتعريف الولادة الطبيعية هنقول هي مجموعة الاحداث التي ينتج عنها ولادة مولود صحي ويعقبه انفصال المشيمة او نزول المشيمة بدون اي تدخل بشري طيب توقيت الولادة بتحدده عوامل وراثية والام يوم الولادة اللي بيحدده الجنين والام تحدد ساعة الولادة ايه بقى النقط دي اللي احنا قلنا عليها توقيت الولادة اللي هو بمعنى اخر بعد انتهاء فترة الحمل احنا قلنا لكل حيوان فترة حمل معينة الابقار مثلا فترة الحمل بتاعتها من تسعة لعشر شهور بتزيد في الجموس من عشرة لعشرة ونص في الاغنام من خمس لست شهور يبقى هنا فترات الحمل دي بتحددها نوع الحيوان او سلالات الحيوان او الجينات الوراثية بتاعت الحيوان يبقى بالتالي فترة الحمل دي بتختلف من حيوان لاخر بينما لما هنقول ان ساعة الولادة او يوم الولادة ده اللي بيحدده الجنين هل الجنين اكتمل في النمو هل الجنين في حالة صحية جيدة هل الجنين وصل بكامل نموه وكامل اعضاءه اكتملت هنا هتحدد اليوم بتاع الولادة الام بتحدد ساعة الولادة ازاي الام بتحدد ساعة الولادة اللي هي عبارة عن المؤشرات الاولية والعلامات الاولية لقرب الولادة اللي احنا بنقول عليها ايه ان العنق الرحم يبدأ انه يحصل له اتساع يبدأ الاربطة الخلفية بتاعت الحيوان يبدأ يحصل لها انبساط تبدأ اللباضات تزيد معدل التنفس يزيد هنا انقباضات الرحم تزيد يبقى هنا دي بتحدد لنا ساعة الولادة الام هي ما تحدد ساعة الولادة طيب مراحل الولادة اول مرحلة من مراحل الولادة اللي هو الطور التمهيدي والطور التمهيدي ده هو اول مرحلة من مراحل الولادة الطبيعية وفي الطور التمهيدي بيبقى فيه ما يسبق عملية الولادة او تحضير الام ان هي هتعمل عملية الولادة فبيسبق الولادة كان بقى من واحد الى اثنين اسبوع بتبدأ يحصل تغيرات فيزيقية مثل تورم الضرع وقلنا ارتخاء اربطة الحوض وتحلل الخطم المخاضي لعنق الرحم وتحلل الخطم المخاضي لعنق الرحم ده اللي هو بيبقى فيه جزء من الاخشية المخاطية السميكة اللي موجودة على عنق الرحم من الخارج بيبدأ يعمل لها عملية تحلل وتبدأ تتحلل وعشان يبدأ عنق الرحم يتسع ويبدأ انه الجنين يبدأ يخرج من الرحم فدي تعتبر من بدايات الطور التمهيدي في عملية الولادة بعد كده الطور الثاني وهو يعتبر الطور الفعلي للولادة هيحصل ايه بقى؟ اول حاجة هيحصل اتساع لعنق الرحم عنق الرحم اللي كان مقفول طور فترة الحمل هيحصل له اتساع وعشان تبدأ القناة المهبلية تستقبل المولود رقم اتنين انقباضات الرحم يبقى هنلاقي فيه انقباضات في الرحم هذه الانقباضات بنسميها الطلق بيزيد بزيادة ايه بزيادة اتساع عنق الرحم يعني مع اتساع عنق الرحم بصورة تدريجية بتزيد هذه الانقباضات بصورة تدريجية عشان تعمل عملية دفع للجنين او اللي نقدر نول عليه بقى كده المولود من منطقة الرحم الى منطقة القناة الخارجية للحيوان بعد كده النقطة التالتة بنلاقي فيه افرازات مخاطية عشان تسهل نزول المولود فيه افرازات مخاطية موجودة في الرحم وموجودة فيه عنق الرحم عشان يبدأ المولود يتحرك بسهولة داخل القناة التناسلية بعد كده ظهور الكيس الجنيني خارج المهبل ظهور الكيس الجنيني خارج المهبل والكيس الجنيني ده اللي هو عبارة عن الكيس اللي احنا قلنا عليه الخارجي او الالانتوي اللي هو الكيس ده اللي بيبقى موجود فيه عليه المشيمة من الخارج وبيحيط المولود داخل الرحم والكيس ده بيحمل سائل اصفر اللي هو غالبا فضلات هذا المولود يبقى ده اللي هو ظهور الكيس الجنيني خارج الرحم وبعد كده بيحصل له انفجار وهو انفجار الكيس الجنيني وخروج سائل اصفر وهنا هنبدأ نشوف ايه المولود عندنا بيبقى موجود بالصورة الطبيعية اللي هو بييجي بالرأس والقدمين الاماميين دولة اول حاجة بيظهروا عندنا في الحيوان بعد كده ننتقل الى الطور الثالث وهو طور طرد الجنين خارج الرحم طور طرد الجنين خارج الرحم ده بيبقى عبارة في هذا الطور بيبقى هنا الحيوان بيتعرض لمجموعة من الانقباضات داخل الرحم انقباضات متتالية وسريعة في الوقت مفيش بين كل انقباضة اقل من خمس ست سواني كل الانقباضات دي بتساعد على ايه بتساعد على خروج المولود او طرد الجنين او خروج المولود الى الخارج وبالتالي هنحصل عملية الولادة بصورة طبيعية من دون اي تدخل بشري وكده هنوصل ان ايه المولود هيبقى خارج الرحم الطبيع وهي طرح او لفظ المشيمة وطرح او لفظ المشيمة بعد نزول الجنين طبعا بيحصل نزول للمشيمة والمشيمة دي عبارة عن الجزء اللي كان محيط بالمولود داخل الرحم والمشيمة دي اوهن زي ما قلنا وظيفتها امداد المولود بالغذاء من الام وفي نفس الوقت تجميع للسوائل والفضلات اللي كانت موجودة حوالين الجنين طيب المشيمة دي بتنزل في خلال ايه بتنزل في خلال اتناشر لاربعة وعشرين ساعة بصورة طبيعية يعني انا مدي مهلة للحيوان اتناشر لاربعة وعشرين ساعة ان هنا المشيمة تنزل طيب لو ما نزلتش في خلال الاربعة وعشرين ساعة يبقى هنا بحتاج الى تدخل الطبيب لان هنا ممكن يعمل مشكلة عندي للحيوان الام ان يدخلنا في حمى ويدخلنا في مشاكل التهاب صديدي داخل الرحم ويأخر لنا عملية الحمل بعد كده لهذا الحيوان وخشلنا في تأخير لعملية الحمل وبالتالي احنا بند فترة اتناشر لاربعة وعشرين ساعة اللي هي هتنزل فيها المشيمة بصورة طبيعية بدون اي تدخل بشر طيب ما نزلتش المشيمة بصورة طبيعية هنبدأ نتدخل مع الحيوان بعد حوالي اربعة وعشرين لتمانية واربعين ساعة ونبدأ هنا الطبيب هو اللي هيبدأ يتعامل مع الحيوان في نزول المشيمة ننتقل بعد ذلك اعزائي الطلبة والطالبات الى الاحتياطيات او الاحتياطات اللازمة اثماء الولادة الطبيعية انا هعمل ايه؟ هعمل مجموعة من الاحتياطات عشان تبقى الولادة الطبيعية بصورة صحيحة اول حاجة عدم التدخل غير الضروري اثناء الولادة انا شايف الحيوان قدامي دلوقتي اه في حالة ولادة طبيعية الطلق شغال تمام اه انقباضات الرحم شغالة الكيس الجنيني خرج اه المولود بيبدأ يظهر الرجول قدامية الرأس بتبدأ تظهر ما بتدخلش مع الحيوان باي حاجة بسيب الحيوان يمر بحالات الولادة بصورة طبيعية بدون اي تدخل ليه لان ممكن التدخل بتاعي يعمل مشكلة يعمل انقلاب رحم يعمل انقلاب مهبل فبالتالي لازم اسيب الحيوان بالانقباضات الطبيعية بتاعته يبدأ يحصل عملية الولادة بصورة طبيعية رقم اتنين متابعة الولادة جيدا ومساعدة الام حين الضرورة يبقى انا بطول فترة عملية الولادة انا بتابع عملية الولادة قدامي وبشوف عملية الولادة ولو احتاج اي مساعدة لنتيجة عسر الولادة او حاجة زي كده او ان الجنين مش جايب بصورة طبيعية او في مشكلة من مشاكل عسر الولادة هنا ببدأ اتدخل باستدعاء الطبيعي بعد كده استخدام حبال او سلاسل نظيفة الحبال او السلاسل دي بنا استخدمها في حالات ان فيه صعوبة او ضعف في انقباضات الرحم او ان الحيوان او ان العجل اللي عندي الصغير ده مش قادر يخرج فانا باستخدم بعض الحبال وبعض السلاسل بس اضمن ان هي تكون معقمة ونظيفة جيدا وابدأ اعمل عملية سحب لهذا المولود من الام النقطة الرابعة اللي هو وضع الحيوان في مكان نظيف خلي بالنا هنا بقى ان الام اللي عندي بعد عملية الولادة بادخلها في معزل برضو خاص بي اللي هي الامهات اللي حصل لها عملية ولادة وببدأ الاحظ نزول المشيمة في خلال 24 ل 12 ساعة وبلاعي ان هذا المكان يبقى كويس ونظيف بعد كده استخدام الشد والحيوان راقدا على جانبه الايمن في حالة التدخل هنا بقى لو احنا الحيوان تعرض لصعوبة في الولادة فانا ببدأ ارقد الحيوان على جانبه الايمن تبليجي على جانبه الايمن لان هنا الرحم بيبقى موجود كاملا في الجانب الايمن فانا بعمل عملية ضغط للرحم وبساعد الحيوان في نزول المولود بنيم الحيوان على جانبه الايمن او بعمله عملية رقاد على الجانب الايمن وابدأ اعمل عملية سحب للمولود الصغير من الام وبالتالي هتم عملية الولادة بصورة طبيعية وارائع اثناء عملية الشد انها تكون مع عملية الانقباضات اللي موجودة في الرحم يعني انا ما بعملش عملية سحب للمولود بصورة اوتوماتيكية كده على طول لا لازم السحب يتم مع وجود انقباضات داخل رحم الام عشان يبدأ نزول المولود ننتقل بعد ذلك اعزائي الطلبة والطريبات الى رعاية الام بعد الولادة الطبيعية هنا تمت عملية الولادة بصورة طبيعية خلاص نزل المولود والام وفد طبعا هنا لو انا عندي بقرة ولا حاجة فالعجل الصغير ده لازم اعمله عملية ايه بقى؟ اول حاجة العجل الصغير ده بينزل ومنطقة السورة عنده بتكون فيها جرح بسيط هذا الجرح انا دي يجد ان الحبل السوري حصل له تمزق فانا بالتالي ببدأ اعمل عملية خياطة لمنطقة الحبل السوري دي او ان انا بربط الحبل السوري بمقدار 2 سنتي عن سطح الجسد وابدأ استخدم سبغة اليود وعمل عملية تطهير لمنطقة السورة للعجل الصغير تاني حاجة ان انا ببدأ اشيل اي اغشية اي مخاط اي سوائل موجودة على العجل وابدأ انشف العجل ده عشان ما معرضوش لحالات الالتهاب الرئوي والتنفس يبقى انا وبحطه في مكان دافي وببدأ احاول اوقف هذا العجل الصغير عشان يبدأ يحصل عملية الرضاعة من الام طيب بالنسبة بقى للام هنبقى في ايه؟ هيبقى في ملاحظة لنزول المشيمة بعد الولادة دي النقطة المهمة جدا اللي انا هخلي بالي منها اللي هي بعد الولادة الطبيعية وهي ملاحظة نزول المشيمة بعد الولادة يجب اتأكد ان المشيمة ما فيش اي جزء منها فضل داخل الرحم عشان ما يعمل ليش مشاكل للام بعد كده سواء حمى زي ارتفاع في درجة الحرارة بعد كده او يعمل التهابات في الرحم وبالتالي يأخر لي دورة الايه؟ دورة الانتاج ده لهذا الحيوان بعد كده اعطاء الام مغلي الفول او الشعير ويكون بحذر شديد ان انا بدي مغلي الفول او الشعير بعد ما الام بتكون تمت عملية الولادة ولاحظ وخلي بالي ان ما ديش كمية كبيرة من الفول او الشعير عشان هنا الكرش بتاع الحيوان ما بيكونش لسه في حركته في كامل حركته لا بدي كمية مناسبة كمية معقولة على فترات عشان الحيوان ببدأ اهيئه لعملية الاكل وان يرجع لطبيعته مرة اخرى في حالة تأخر المشيمة لمدة 12-24 ساعة بعد الولادة فبعمل ايه؟ احنا قلنا 12-24 ما بنتدخلش ولكن ايه اللي بنعمله؟ بنتابع حرارة الحيوان يوميا يبقى انا بالترمومتر كده بقيس درجة حرارة هذا الحيوان وبلاحظ درجة حرارة الحيوان متابعة كمية الاكل بشوف كمية الاكل اللي الحيوان بيأكلها ويه بصورة دورية ويه هل بصورة منتظمة والكميات دي هل بتعلق صورة منتظمة ثالث حاجة متابعة انتاج اللبن ودي اهم نقطة ان الحيوان اللي عند الام يبدأ ينزل السرسوب او اللبن اللي هو بينزل في الفترة الاولانية بعد الولادة مباشرة ده مهم جدا ان العجل الصغير اللي بقول ده لازم ياخد كمية مناسبة من لبن السرسوب اللي هو بيكون محتوي على مجموعة من الاجسام المناعية اللي احنا قلنا عليها لما لقى عملنا عملية تطعيم للام باللقاحات اللي بيكون اصلاع فترة الحمل هنا في اجسام مناعية موجودة في لبن السرسوب في عندنا مجموعة من الاملاح المعدنية المهمة جدا مجموعة من الفيتامينات والبروتينات اللي محتاجها العجل الصغير اللي لسه مولود فبالتالي لازم اتأكد من ان العجل حصل على كمية السرسوب المناسبة اثناء الفترة الاولانية بعد الولادة طيب عند ارتفاع درجة الحرارة لو انا لاحظت ان فيه ارتفاع في درجة الحرارة خلال فترة من اثناشر لاربعة وعشرين ساعة ببدأ ادي مضادات التهاب ومضادات حيوية وده طبعا تحت اشراف الطبيب ولا يجب ان يتم التدخل بشدة مع نزول المشيمة ولكن تترك حتى تتحلل يبقى انا هنا لو لقينا ان المشيمة ما نزلتش فيه خلال اتناشر لاربعة وعشرين ساعة ببدأ ادي مضادات الالتهاب وببدأ ادي مضادات حيوية بدأ ادي مضادات خافضات الحرارة كل ده ليه؟ عشان اعمل عملية تحلل للمشيمة يحصلها تحلل لان كده المشيمة يعتبر نسيج ميت هذا النسيج الميت هيحصل له اصلا تحلل ولكن انا بدي المضادات الحيوية ليه؟ عشان امنع عملية التلوس بالبكتيريا اللي هي ممكن تنتج عن عملية التحلل فانا بدي مضادات حيوية ومضادات التهاب وبسيب المشيمة لما تتحلل بصورة تدريجية وبصورة مستمرة مع الوقت هتبدأ تنزل وما حاولش اشد او انزل المشيمة بان انا شدها بالعافية كده لانه هيحصل ان جزء من المشيمة ممكن يفضل جوه الرحم فبسيب لما المشيمة تتحلل وتبدأ تنزل لوحدها ننتقل اعزائي الطلبة والطالبات الى لعاية الموليد بعد الولادة وحتى سن الفطاب النقطة دي اللي احنا اتكلمنا عنها ان هي اول حاجة يجب تنظيف العجول بعد الولادة مباشرة والفم والانف منطقة الفم ومنطقة الانف دي بيقع عليها زي مخاط كده او طبقة مخاطية نتيجة الولادة فانا بحاول ان انا نضف المنطقة دي عشان يبدأ العجل يتنفس بصورة طبيعية بعد كده ترك الام اللي تتعرف على وليدها بتبدأ الام هنا تشم العجل الصغير تبدأ تلحسه دي نوع من انواع التعرف من الام على الوليد هي بتبدأ تتعرف كده على الوليد الصغير بتاعها عشان تبدأ عملية الرضاعة بعد كده مساعدة المولود على التنفس اولا لو لقيت ان في صعوبة من العجل الصغير ده انه يتنفس ببدأ ان انا احاول اشممه اي حاجة معينة تنبه عملية التنفس ممكن قطعة من البصل ممكن قطعة من النشادر او الامونيا دي حاجات بتنعمل عملية مساعدة للمولود على انه تنبه مراكز التنفس عنده ويبدأ هذا المولود يتنفس بصورة طبيعية بعد كده العناية بالحبل السري وزي ما قلنا ان الحبل السري لازم اعمله عملية تطهير وعملية خياطة او عملية ربط بعد عنزول العجل من الولادة لازم اعمله عملية تطهير باستخدام سبغة اليود او اي مطهر عندي بعمل عملية تطهير لهذا العجل بعد كده ننتقل الى النقطة الرابعة وهي العناية بالحبل السري واعطاء العجل حوالي اثنين لتر من لبن السرسوب فورة الانتهاء من اللعاية بعد كده لو في بعض الحالات بنعمل بنك للسرسوب في حالة نفوق الام او عدم وجود سرسوب بالضرع او وجود التهاب بالضرع يبقى احنا بنعمل في حالات معينة بنعمل بنك للسرسوب بحيث ان انا في حالات طرقة ممكن الام تتعرض للوفاء ممكن يكون فيه التهاب في الضرع فما ينزلش هذا اللبن في هذا التوقيت وبالتالي العجل هيحصل فيه مشاكل لا انا بوفر بنوك هذه البنوك بيكون فيها كمية من لبن السرسوب اللي انا بديه لهذه العجول في هذه الفترة بعد كده بعد مرور ثلاثة ايام بينقل لي التغذية على لبن طبيعي او لبن صناعي بالزجاجات والحلمات او جراد النظيفة خاصة بالرضاعة في التربية الحديثة بنلاحظ ان بنبدأ نعمل عملية رضاعة للحيوان الرضاعة الصناعية ما بنخليش الحيوان يرضع بعد ثلاثة اربعة ايام من الام لا بنحاول ان احنا نعمل له عملية الرضاعة الصناعية باستخدام الجرادن والحلمات وده عشان نمنع عملية التهاب الضرع وخاصة في فترات ما بعد الولادة ننتقل اعزائي الطلبة والطالبات الى النوع الثاني من الولادة وهي الولادة العسرة تعريف الولادة العسرة هي الولادة التي لا تتم الا بعد التدخل والتدخل يكون حسب نوع الاسباب المؤدية الى عسر الولادة عسر الولادة هنا بيبقى فيه مشكلة عندي في الحيوان اثناء عملية الولادة المجموعة الاحداث اللي عشان بتتم عشان يحصل نزول المولود بصورة طبيعية حصل فيها خلل حصل فيها مشكلة فيه كذا سبب ممكن يقدن الى عسر الولادة فيه اسباب رجعة للام فيه اسباب رجعة للجنين فيه اسباب ممكن تكون رجعة لعدم العناية بالام من المربي ذات نفسه فهنا عسر الولادة بنتعامل ازاي بقى مع عسر الولادة هنشوف الخطوات ازاي نبدأ نتعامل مع عسر الولادة اول حاجة ايه هي اسباب عسر الولادة فيه اسباب بتتعلق بالام زي ما احنا قلنا وفيه اسباب بتتعلق بالجنين الاسباب التي تتعلق بالام اول نقطة اللي هو عبارة عن ضعف الطل اللي هو ضعف انقباضات الرحم الانقباضات والتقلصات التي تحصل داخل الرحم قبل عملية الولادة واثناء عملية الولادة بتكون ضعيفة فبالتالي ما بيحصلش خروج للمولود في التوقيت المناسب يبقى هنا هيحصل عسر الولادة وبالتالي يجب اننا تدخل باننا ببدأ ادي بعض الادوية او احقن بعض الادوية اللي هي بتساعد على عملية انقباضات الرحم وتساعد على عملية الطلق وبالتالي تساعد في دفع الجنين الى الخارج اتنين ضيق بالقناة التناسلية ضيق القناة التناسلية ده غالبا بيكون نتيجة اننا كمربي استعجلت على الحيوان اللي عندي اللي هو في العمر الصغير وعملت له عملية تلقيح قبل ما يصل للسن اللي هو سن النطج هو وصل لسن البلوغ ولكن ما وصلش لسن النطج وبالتالي الجهاز التناسلية اللي عندي غير مهيئ لعملية الحمل وبالتالي والولادة وبالتالي ايه اللي هيحصل هيحصل انه يحصل عصر في الولادة نطيقة ضيق بالقناة التناسلية السبب التالي من اسباب تتعلق بالام وهو التفاف القناة التناسلية التفاف القناة التناسلية دي نتيجة حركة الحيوان اثناء فترة الحمل احنا قلنا اثناء فترة الحمل يجب راعي ان الحيوان اللي عندي ان انا بحط في مكان هادي بمنع عملية التنقل بتاعته ما بخلوش يتحرك كتير طب كثرة حركة هذا الحيوان أثناء فترة الحمل ممكن يعمل التفاف في القناة التناسلية وبالتالي يؤدي لي إلى عسر الولادة رقم أربعة وهو ضيق الحوض والصمنة المفرطة ضيق الحوض والصمنة المفرطة ده بيبقى نتيجة أننا في العليء اللي عندي بدأ تغذي الحيوان الحامل بتغذية عالية في الكاربوهايدريت زي ما احنا قلنا فبالتالي نسبة الدهون هتزيد على الحيوان وبالتالي هيحصل أن القناة التناسلية هيحصل لها أنها تضيق نتيجة تكون الدهون وبالتالي هيحصل مشكلة عندي أثناء الولادة وممكن تؤدي إلى عسر الولادة يبقى دي أسباب تتعلق بالأم طيب ننتقل إلى أسباب تتعلق بالجنين أسباب تتعلق بالجنين رقم واحد كبر حجم الجنين إن الجنين اللي عندي كبر في الحجم بصورة غير طبيعية نتيجة عوامل كتير جدا ممكن عوامل غزائية عوامل وراسية فيكبر حجم الجنين فبنلاقي هنا صعوبة في عملية الولاد النقطة الثانية اللي هي تشوهات الجنين إن الجنين اللي عندي داخل الرحم تعرض لمجموعة من التشوهات هذه التشوهات التي موجودة داخل الجنين قدت إلى إن الحيوان مش هيقدر يعمل عملية طرد لهذا الجنين من خلال القناة التناسلية رقم ثلاثة الأوضاع الخاطئة للجنين داخل الرحم وده سبب شائع جدا موجود في الخارج موجود في المزارع اللي هو الأوضاع الخاطئة للجنين الوضع الطبيعي للجنين إنه هو بييجي بالرأس والقدمان الأماميان ده الوضع الطبيعي اللي هو بينزل في حالة الولادة الطبيعية طيب هو ممكن ياخد أوضاع مختلفة آه ممكن ياخد أوضاع مختلفة ممكن الظهر ممكن بالزيل ممكن ييجي بالرأس الملتوية داخل البطن فكل دي أوضاع خاطئة مش أوضاع طبيعية للجنين هذه الأوضاع الخاطئة الغير طبيعية للجنين ممكن تؤدي إلى عسر الولادة بننتقل بعد ذلك أعزائي الطلبة والطالبات إلى النقطة الأخيرة وهي كيفية التعامل في حالات عسر الولادة بيتم استدعاء الطبيب سريعا ويكون له خبرة في عمليات التوليد قبل جفاف الأم ونفوق المولود بهذا نكون قد وزرنا حزائي الطلبة والطالبات إلى نهاية حلقتنا على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته